السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله لكم وضعية إدماجية مقترحة لاختبارات الفصل الثالث لسنة ثانية متوسط وهي عبارة عن حوار مع الطبيب أتمنى إن شاء الله أن هذه الوضعية تفيدكم وتستفادوا مع لكم وغير تتبعوا معي نبدأوا على بركة الله بسم الله إذن الحوار رح يكون بين بلال والطبيب صباح الخير أيها الطبيب صباح الخير ابني تفضل واجلس كيف تحس لا أحس بحالة جيدة فأنا مريض يس I can see you look pale and tired what's the matter with you قالوا I can see أستطيع أن أرى تبدو مرهقاً ومتعباً ما الذي أحدث معك I have a terrible pain in my belly I've got a stomach ache قالوا عندي ألم فضيع في معدتي عندي ألم أو أنا مريض بمعدتي let me examine you your belly is swollen like a ball what did you eat last night قالوا أتركني أفحصك بطنك يبدو منتفخاً ماذا أكلت الليلة الماضية I ate a large pizza with cheese taqus and a bottle of coca cola قالوا كليت بيتزا كبيرة بالفرماج مع taqus وشربت coca wow ok I will prescribe you some medicines to ease the pain قالوا نوصف لك بعض الأدوية لتريحك من الألم go to the chemist and buy them اذهب إلى الصيدلية واشتريهم thanks doctor what do you advise me to do قالوا شكراً أيها الطبيب ماذا تنصحني أن أفعل you need to change your diet قالوا لازم عليك تغير الحمية انتعي practice some sports and eat healthy foods like vegetables and fruit قالوا مارس الرياضة وكل أكلاً صحياً مثل الخضر والفواكه إذن كان هذا هو الحوار بين بيلال والطبيب اللي كان يعاني من ألم في معدته أتمنى شاء الله أنه هذا الموضوع مع الشرح يفيدكم وتستفادوا ما ليغي نقولكم بقاوة على خير ربي وفقكم وينجحكم إن شاء الله في أمان الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة